تاريخ معرض دمشق الدولي لعام 1959 الدورة السادسة لمعرض دمشق الدولي من واحد آب ولغاية عشرين أيلول عام 1959 الجمهورية العربية المتحدة معرض دمشق الدولي الزراعي والصناعي السادس في دورة عام 1959 ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته السابقة أيام الوحدة تم تمديد فترة المعرض عشرة أيام فصار موعد افتتاح المعرض رسميا يبدأ كل سنة من الحادي والعشرين من شهر آب أغسطس وينتهي بالعشرين من شهر أيلول سبتمبر ولمدة ثلاثين يوما من أجمل أيام السنة وتم توزيع ميداليات خاصة تحمل صورة الرئيس جمال عبد الناصر حين كان رئيسا للجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا إبان افتتاح الدورة السادسة لمعرض دمشق الدولي في عام 1959 وقد افتتح المعرض الدكتور نور الدين كحالة الظاهر في وسط الصورة ذو الطقم الأسود وقد شغل منصب نائب الرئيس جمال عبد الناصر في دولة الوحدة بين مصر وسوريا بالإقليم الشمالي مفتتحا معرض دمشق الدولي السادس عام 1959 ويقف بجانبه الدكتور مأمون الكزبري أثناء عزف النشيد الوطني لدولة الجمهورية العربية المتحدة وعددا من المراقبين والمرافقين بحكومة الوحدة وقد افتتح هذا المعرجان الأستاذ فيصل الدالاتي مدير عام معرض دمشق الدولي بكلمة ترحيب بالضيوف من أعضاء الحكومة ورجال السلك الدبلوماسي وقد ألقى الدكتور خليل كلاس وزير الاقتصاد والتجارة بدولة الوحدة كلمة أشاد بها بهذا المعرجان وعلى وحدة العرب الاقتصادية التي تحققت هذا العام في معرض دمشق الدولي السادس ففيه تلتقي صناعات العالم كله وهي فرصة فريدة من نوعها لرجال الصناعة والتجارة والمستوردين والمصدرين والمستهلكين للالتقاء هنا على أرض المعرض وتبادل ما لديهم من إمكانات تزيد من ربحهم وإنتاجياتهم في ظل الوحدة الاندماجية بين القطرين الشقيقين القطر الشمالي أو الأقليم الشمالي سوريا والأقليم الجنوب مصر ثم ألقى الدكتور نوردين كحالة بوصفه نائبا لرئيس الجمهورية العربية المتحدة القطرين الشمالي كلمة أشاد بهذا المعرجان العظيم ومشاركة الدول العربية والأجنبية الصديقة والمساعي الطيبة للتمثيل اللائق في مهرجان دمشق الاقتصاد مدللة بذلك على ما تكنه من الإعجاب والتقدير لنهض الدولة الوحدة على توسيع مدى التبادل والتعاون المتعادل المتكافئ بين أسواقها وأسواق الأمة العربية والأجنبية وكان ذلك على خشبة مسرح مدينة معرض دمشق الدولي ونشاهد جانب من الحضور والوفودة الأجنبية ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الوحدة ويستمعون لكلمة الافتتاح وأرى من بين الحضور مفتي الجمهورية الدكتور المرحوم أبو اليسر عبدين وافتتح الدكتور نوردين كحالة الظاهر في وسط الصورة حين شغل منصب نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة المقديم الشمالي معرض دمشق الدولي السادس في عام 1959 يرافقه السيد خليل كلاس على يساره وزير الاقتصاد والتجارة بدولة الوحدة وكذلك الأستاذ فيصل الدالاتي مدير عام معرض دمشق الدولي ولا كيف للقام واسأل التاريخ عن ما والثمان نحن كل مهجة وخيلة ودما خرا وروحا وجمانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر